بتتكلم خمس لغات وحريفة بيانو وأبوها حرامها من الغنى جمالها أجنبي وعيونها بلون السماء وحلم حياتها تمثل بتعشق الغنى والتيك توك وهدية وبتحب الشهرة والأضواء ومتعلقة بأبوها أسرار لا تعرفها عن مارلين بنت المطرب اللبناني والجسار يا ترى ايه هي أبرز أسرار حياتها؟ ليه أبوها منعها من دخول الوسط الفني؟ وإيه موقفه من ظهرها على التيك توك؟ هل ممكن تقنعه؟ إنها تمثل وتغني في المستقبل علشان تحقق حلم حياتها؟ كل التفاصيل دي هتسمعوها في الفيديو بس أخليكم كلملين معايا للآخر مارلين بنت المطرب وائل جسار البنت البكرية الدلوعة اللي مجننة الناس كلها بجمالها الأجنبي ولون عيونها اللي هي بلون السماء مارلين معجونة بالفن علشان تولدت في بيت فني أصيل أبوها هو المطرب وائل جسار اللي من أهم وأشهر المطربين في الوطن العربي وحتى أمها بتعشق الفن جداً ودخلها تحب الفن زي يعنيها في يوم من الأيام طلبت مارلين من أبوها وأمها إنها تتعلم العصف على البيانو وفعلاً دخلت مدرسة مخصوص لتعليم البيانو وبقت حريفة فيه بمعنى الكلمة واللي زوت حبها أكتر للمزيكة لما اكتشفت إن صطع حلوة وكل صحابها بيطلبوا منها تغني لهم في المدرسة واللي محدش يعرفوا إن مارلين حلم حياتها إنها تمثل وتغني وتبقى مشهورة لإنها بتحب الشهرة والأضواء زي أبوها ونفسها ترفع راسه ويقولوا عليها إنها شطرة في الونا والتمثيل وما دخلتش المجال ده بالوسطى بس للأسف أبوها منعها من دخول المجال علشان خايف عليها جداً وبيقول الشغلانة دي صعبة ولا يمكن تقدر تتحملها موقف واق الجسار وراه شرط بيقول أنا منعتها آه ومش هسمح لها تدخل الوسط الفني غير لما تكبر وتتخرج من جمعتها وتبقى فهمة وعرفة هي هتعمل إيه وده علشان ما تدخلش وهي صغيرة وتلاقي الحمل كبير عليها ومسئولية وتقرر إنها تعد في البيت فبلاش دلوقتي خالص تدخل المجال الفني رغم إن حلمه يشوفها حاجة كبيرة في الغنى يعني تبقى زي النجمة فيروز مثلاً مارلين بقى متعلق بأبوها واق الجسار بشكل مش طبيعي ورايحة جاية معاه في كل مكان يروحه وشايفة إنه بطل حياتها ودايماً بتغني له أغاني رومانسية علشان تعبر له عن حبها ليه بسبب إنه لا يمكن يزعلها أو يعمل أي حاجة تضيقها ودايماً بيدور على أي حاجة تسعدها فحياتها الحلو في مارلين إنها هادية جداً وطموحة يعني عايزة تكبر وتبقى حاجة مهمة في المجتمع سواء في الفن أو في التعليم أما بالنسبة للتيك توك فبقى جزء مهمة قوي من حياتها وقعد عليه 24 ساعة وبتنشر فيديوهات ليها وهي بتغني إنجليزي وكمان فيديوهات ليها وهي في رحلة مع صحابها وحتى أبوها بتنزله فيديوهات وهو بيغني معاها طبعاً والجسار فرحان إن بنته بتعمل حاجة بتحبها على تيك توك وعلشان كده بيشجعها وبيصور فيديوهات معاها علشان الجمهور يعرف إنها بنته والكل يتابعها وسبحان الله رغم حبها للفن والغنى إلا إن هي شطرة جداً في دراستها وبتطلع من الأوائل على المدرسة وبتتكلم خمس لغات منهم الأسباني والإنجليزي والفرنساوي وده علشان بتحب التعليم والثقافة ماهو ده برضو إلا أهلها ربوها عليه ومن ساعات قلبت مارلين واقل جسار السوشيال ميديا كلها بفيديو من حفل تخرجها واللي ظهرت فيه وهي بتحتفل مع أبوها وقتها كان بيغنيلها أغنياته المشهورة كل وعد وعدتهولك وهي كمان كانت بتغني معاها وهي لابسة روب التخرج وفرحانة قوي إنه معاها في لحظة مهمة زي دي تفتكروا مارلين بنت واقل جسار هتدخل الوسط الفني وتغني الفترة اللي جاية ولا وجهة نظرها في الخطوة دي هتتغير شاركوني برأيكم في التعليقات